السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نستطيع أن نرى بعض الفيديو على حسب الكختوش والنماري الذي يكون مكتبين في الكختوش و ما يعني هذا النماري الذي يكون مكتبين في الكختوش وما أنا حاولت لكي لا نطور في الفيديو الحلت الكختوش الذي لديه لكي تعرفون الفرق بين الرش والحسب النماري كما ترون معي كما ترون معي كما ترون معي كما ترون معي هذا النمر 7.5 أرى لكم هنا هذا ريو 28 7.5 ريو هي هنا كما ترون هنا الثانية هذه الماركة لا أرى لكم سوف أرى لكم النمر 6 النمر 6 32 جرام 32 جرام الثالثة النمر 5 لا يوجد أن يزال هذا رقم 4 الرش 4 كما ترون معي هذه نمر جوج هذه نمر جوج وهذه مع القرطس المقافية تكون نمر 0 أو كارتوش كارتوش بي 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 لا يوجد لا يوجد كارتوش بحال كما أكتب 12 70 28 هذا 12 هو النوع الذي يجعل القطس لكي تصيده 28 هو 28 جرام الذي يجعل الرش في القطس يعني كما تحل الكارتوش كما تحل الآخر 28 جرام بالنسبة السبعين 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 سبعين سبعين مليمتر يعني السبع سنتيم إذا كنتوا تعبروها ناخد بعين الاعتبار هذه الكارتوش المكتبة فيها نرى المكتبة سبعين سبعين سنحاول إذا 12 جرام إذا الكارتوش المكتبة سنحن اضعها سنحن السبعين يعني 60 مليمتر يعني يعني 60 من سدودة إلى تحللات سنحن سعينا تحسبها وها محلولة حضرت لكم كما ترى كما تشوفون معي 70 مليمتر سبعة سنتيمة سبعة سنتيمة سبعة تقريبين للسنتيمتر لكي تكون الكارتوش محلولة هذه من جهة بالنسبة للصيد يختلف كل رش وما نقدم نصيده 28 جرام كمثال 28 جرام كارتوش سيرانو هذه تصلاح غير رماية هي التي ترى هنا يعني الرماية سنضع هنا 24 جرام سبعة فاصلة خمسة حتى هي غير الرماية كما تشوفون معي سبعة فاصلة خمسة كارتوش أغلبية من الناس التي تستعملها غير الرماية أو البلدخل نمرة 6 ونمرة 5 ونمرة 4 هذا يمكن أن نصيد الحجل أو الحمام لا يمكنك أن يكبر الحجم الذي تصيد به إما الحجل أو الحمام أو الأرنب هذا نقضي جوج قليلا بين 4 5 أو 6 الناس الذين يصدقون الحجل أو الأرنب أو الحمام لا يمكنك بالنسبة الكارتوش لديكم جيد هم الحلوف كما ترون معي هذا مارك إيطالية في يوتيو لا يمكنكم معروفة لدينا لدينا محك أخ أخ هذا شيء هذا القطاس يمكنك أن تضرب الحلوف وتعود للدخل وتعود للدخل وتستطيع أن تخرج هذا قليلا لكي تجد ولكن لدينا لكي المخصص المسلح وقليل يصدق واحدة وضعت لكم وينشستر 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 لكم ماركة ماركة أمريكانية لديكم ماركة 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 فرنسية لدينا ماركة لكي أخذت لكم هذا ماركة بلاستيك مع هذا الحلوف هذا البلاستيك الذي يريد أن يصيد الحلوف يجب أن تجرب بهذه البلاستيك في الكانو على حسب الشوك حضرت الفيديو قبل على حسب الشوك لنشرح لكم بالضربة في هذا الفيديو ستكتب مع هذا الذي سأريكم اليوم أخذت لكم الشوك الشوك الذي ترى هنا لدي الشرطة واحدة الذي لا ترى بلايكم مكشوف في لفه الشرطة واحدة هذا الذي مزيار هناك شرطة معنا نحن نضرب لكي ترى ثلاثة شرطة أربعة شرطة وهذا ما في الشرطة يعني الشوك من الذي يأتي مزيار الذي يغلط عليه الذي يغلط الذي يغلط الذي يغلط سأخذ سأخذ لكم مزيار سأخذ لكم كيف مزيار 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 يعني هذه هذه تساعد الحلف لا يمكن تستخدم الكارتوش المضيقة لأنه لا يمكن مزيار يبقى نحن نبدأ الثاني الذي يوجد شرطة أو نجمات كما أردت في الفيديو الذي قبل كما ترى مزيار الشوك الذي يوجد أربعة يوجد كما ترى معي يوجد حصل نحن نجب نحن نتلقى هذا كما ترى يوجد يوجد واحد هذا السيلاند نتلقى كما ترى معي يوجد السيلاند كما ترى معي يوجد يوجد السيلاند كما ترى كما ترى المرة التي ترى في هذا الفيديو يعني إذا تستعمل الشوك المحلول وماكسمم حيث إذا استعملت هذا الربعة في هذا الحلوف إما تخرج على الشوك أو سلاح أو سلاح ضروري تستعمل السيلاند هذا الذي يكون محلول هذه نصيحة شكرا على تتبع لكم من الفيديو الذي نقوم وهذا هو الفرق بين الرش والكارتوش والنماري الذي يكون مكتبين في الكارتوش سوف نطول عليكم وشكرا وتباكل عليكم ثانية مرة أخرى إن شاء الله وتباكل عليكم